بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرت سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعي شباب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان الحديث عن Wordpress Features و Wordpress Advantages مميزات Wordpress فالمصدر الأساسي بتكون الموجودة في الموقع الرسمي ل Wordpress و Wordpress بيشكل أكثر من 24% من الويب في فضاء الانترنت الرقم ده نظراً لأنه بيديني كمية كبيرة جداً من الفيتشارز اللي ربما بتكونش موجودة بالقدر الكافي عند بديد المختلفة الموجودة على الانترنت النقطة الأولى بتكون البساطة بالمنطقة البساطة كل اللي انت محتاجه بعد ما ترفع الويب سايت بتاعك إنك تعمل لوجين على admin panel تبقى موجود في ال back end بتاع الويب سايت بتعمل edit الأدوات اللي انت محتاجها تعمل publish للأدوات ديات أو تعمل publish لل content بتاعك بتلاقي content بتاعك في الفرنت بتاع الويب سايت شغاء بس ما في اي تعقيد تاني النقطة التانية بتكون flexibility flexibility ديات معناها المرونة و المرونة ده أمر مختلف كان خاص لوقات مختلفة يعني انت ممكن تقدر انك تصمم اي حاجة اي شيء مدونة شخصية موقع مدونة صور موقع تجاري موقع حكومي مجلة اخبارية موقع اخبارية online community منتدى اعمل اللي انت عايزه مش بس كده انت ممكن كمان تقترول فلسيم مش بس كده ممكن تعمل extending بتاعت الويب سايت بتاعك باستخدام البلاجنز المختلفة والقاعدة دي بالطول طبعا الجانب الثالث كان خاص بيقولي publish with ease publish with ease يعني بمنتهى البساطة حتى لو انت كنت اول مرة تعمل creating the document كل اللي انت محتاجه تدخل جوع تكريت او تكريت بتاعك تضغط على حتلاقي الصفحة بتاعتك ما في اسهل من كده النقطة الرابعة كانت خاصة بيديني كمية من بس يعني ايه انك تكريت لو انت مش جاهز للكنت ده دلوقتي او الكنتنت اللي محتاجه يتمقح ويتراجع او يتشايك عليه مرة تاني وانت كتبته بس مش عايز تنشره خليك ادرافت مش شرط يعني انك تنشر وانت انت ممكن تكتب مجموعة المقالات اللي انت عايز تنشرها وتعملها تنظيمة بوقت معين وهي تتنشر اوتوماتيك او يتولى مسألة النشر عنك انت في حالة عدم وجودك او في حالة غيابك لو انت كنت عملت لأكتر من مقالة اللي مقالة واحدة اقصود اكتر من مرة واكتشفت بعدين انك عايز ترجع لنمط معين من قناة التعديل الامر اشبه دي يعني على الويب بيحتفظ لك بتاعتك دي مرة في مرة يعني شغلك مش بيضيع حتى لو انت كنت بتكتب في او في الكلام ده بيتحافظ وانت حتى غير ما تحفظه كدرافت او تعمل وورد بريس بيتولى المسألة دات بشكل تلقائي اللي كنت انت بتاع عايز تخلي على باسورد معينة او اني ناس معينة انت تقدر تشوفوه الكلام ده طي النقطة الخامسة كانت خاصة عن ادارة المستخدمين ده جانب وجانب مهام من تجد توزع صراحيات بهم صراحيات كبيرة جدا او صراحة انهم يعدلوا يقدروا يكتبوا مقالات العاديين يقدروا يشوفوا المقالات انت تقدر توزع صراحيات دي على الناس النقطة مثلا كانت خاصة بالميديا ما حد يقدر ينكر دور الميديا في فضاء الويب الصور المقاطع الصوت تضيف مصوص بديلة تضيف كابشنز تتحكم في تانسرت امجز تعمل تعمل معرض صور تضيف صور جوا الكنتنت بتاعك جوا الامجز دي في ادوات على الامجز دي تعمل لها كروب تضيف لها شيء معين ادوات بسيطة للتعديل الكلام ده تقدر تكنتروله جوا وورد بريس كالعنصر الخاص بالميديا النقطة السابعة فول ستاندردس كومب ليسنس طيب الكلام ده معناني وورد بريس بيحاول يكيب انتطش دايما بيحاول يبقى على تواصل او باللاست ابدت بمرزمة الويب او الويب او الويب ثي بمنطقة البساطة ديات المؤسسة المسؤولة عن مسألة التطوير الويب الستاندردس المعايير القياسية اللي على اساسها فاجئة البراوزرات ها بتشتغل طبعا وورد بريس مش معزول عن الكلام ده هو دايما بيحاول يجيب انتطش مع الكلام ده فبالتالي اي تحديث في اي براوزر بيكون وورد بريس بيقابله بتحديث برضو والكلام ده بيحصل بشكل تلقائي وده اللي انت هتشوف ولما تتعامل مع وورد بريس طيب الجانب الجانب التمنى نخص بـ وورد بريس بيدي لك زي ما بيدي لك بيدي لك يوسر مانيجمنت سيستم نظام لإدارة المستخدمين بيدي لك ثيم سيستم نظام لإدارة الثيمات في ممكن انت تكنترول على الثيم تعمل الثيم بتاعك او تمنتش على الثيم الحالي الموجود تضيف فيه منيو تحديث امكان وجود العناصر تتحكم فيه تتحكم في الخطوط احجام الخطوط احجام الكلمات الهيدز الالوان الكلام ده كله بيتم جوه الورد بريس لانه في نظام لإدارة الشكل او الثيم او القوالب طيب جميل النقطة التسعة كان خاصة بـ ودي نقطة في قمة الجمال انك مش بس قائم على او الامكانات الموجودة في الحالية انت ممكن تضيف جديدة على جلب بانك او تركب بلاجنز مختلفة البلاجنز دي بمثابت زي ايه انت بتحاول تضيف زي انت مع الكاميرا بس بتحاول تضيف لها عدسة العدسة دي هتحاول تخلي زاوية او هتخلي الكاميرا تلقط المشهب بشكل مفصل شوي ده بالزبط الدول اللي بتجون به البلاجنز بتحاول تزون او تركز على مهمة معينة فيه كمية الاف من البلاجنز اللي ممكن تجون بادوار مختلفة جميل الجانب العاشر او النقطة العاشر كان خاصة بالـ ورد بيس في نظام لإدارة الكومنتات طبعا الكلام ديت بيدي لك الصلاحيات كبيرة بانك تقبل او ما تقبلش او تحذف او تحدد كلمات معينة ممكن ما تظهرش في الكومنتات او انك الكلام ديت برضو موجود في جلب النقطة الـ الخاصية الـ بيسموها المسألة بتاعت انك تخلي الويب سايت بتاعك مشهور يعني مشهور يعني زي جوجل وبنك وياهو والناس ديت بمجرد ما انك تكتب حاجة معينة في تلاقي الموقع بتاعك ظهر ورد بريس بيدي لك اللي بتخليك ممكن انت تعمل كده الجانب اللي جاي او الجانب اللي اتنشط اللي مخص بالمالتي لانجول المالتي لانجول دعمل اكتر من سبعين لغة ومن ضمنهم اللغة العربية بمنتهى الوضوحة وبمنتهى البساطة ساقه كان الفرونت الامامية او الخلفية كلام ديت ايزي جدا التجانب التلاتاشر بمنتهى البساطة كل اللي انت بحتاجه لو انت تستخدم برامج او لو انت هترفع الويب سايت او لو انت معك ويب هوست حتى الويب هوست بيخلك انت لو انت ما تعرفش هتصلت بورد بريس هم بيضمنوا لك وورد بريس وجوه منهم وبتمشي مسألة بكلكات كده يعني والنقطة دي هات هو اللي هيتولى مسألة انه هو يعملك علشان مضبط على الديتابازيس والكلام ديته طيب النقطة النقطة للاربعتاشر كانت خاصة بالامورترز طيب مثلا لقدر الله حصل ويصد شيء معين في المواقع تابعك بمطقة البساطة انت ممكن تعمل اكسبورت لكل الديتاباز بتاعك وتحفظها على جهاز الكمبيوتر ويبقى معك نصحة احتياطية من المواقع بتاعك تعمل لها امبورت على وورد بريس تلاقي الديتاباز كلها كلها موجودة ما في اي مشكلة الجانب الخمس ناشر كان خاص ب علي الا الا على الشركة اللي انت بتعمل عليها او الشركة اللي انت بترفع عليها المواقع لا لا المعلومات ديبر اللي متروح لا لا المعلومات دي وورد بريس ببotypeal نصح ما بينك وما بين الويبهوست. فبالتالي هو اللي بيخزن الديات على على ايه? على بتاعته هو. فاهمني? فدية النقطة اللي بتخليه ما بينك وما بين الويبهوست. فبالتالي الدي بتبقى بتاعتك انت وقت ما تحسيفها الويبهوست ما يقدر يقول لك اي شيء عنها. الجانب الجاي كان خاص بالفريدم طبعا لان كلام ده تحت المشاعر بتاع جي بي ال فهو دية النقطة مش راح نحكي عليها. كل اللي انت اه كل اللي نقدر نقوله في النقطة دي ان انت لو عايز في او عايز في السطر البرماجي الوورد بريس الكلام ده عايز جدا يعني انت ممكن تطلع النكهة بتاعتك بتجيوه بطريقة كنت الخاصة وما في حد يقول لك اي شيء ده انت كنت متفهم في السطر البرماجية. الجانب اللي جاي كان خاص بالكوميونيتي عندك كوميونيتي عندك كوميونيتي يعني عندك ناعش ناعس ممكن لو انت عندك مشكلة تحاول تسأل في المجتمع بتاع وورد بريس هم يتجاوبوا عليك لو كانت المعلومة متاح ان هو يتجاوب عليها او لا. الجانب الاخير كان خاص بالكونتربيوت انت ممكن تبقى كونتربيوتر يعني ايه كونتربيوتر يعني انت شخص عندك قدرات على الترجمة فهتساعد وورد بريس كل مئة جماعة انا والله ممكن اترجم لكم الجانب ده للغة العربية فانت كده اسمك كونتربيوت كونتربيوتر او هتشارك وورد بريس في انك تبقى من زاوي البصمة مش بس هتبقى مستخدم لانت تبقى مستخدم فاعل ونشيط انت تقدر جوه الكميونيتي ده مثلا انك تجاوب على اسئلة الناس فانت اسمك كده كونتربيوتر وده انت ممكن تطلب الدعم من ادارة وورد بريس وطبعا انا عندي مجموعة من النقاط التانية كان خاص بالديفولبر فيتشرز ودولة النقاط اللي بتشكل اهمية او بترك الفرج او عناصر امتياز لورد بريس عن اي كونتنت منجمنت سيستيم تاني. سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا الى الا انت نستغفرك ونطوب اليك. سلام عليكم والله تعالى وبركاته.